بسم الله الرحمن الرحيم تمر علينا اليوم ذكرى عظيمة عزيزة على قلوبنا وهي تأسيس الجيش الليبي حيث مضى من الزمن ثمانون عاما منذ اليوم التاسع من شهر أغسطس في العام الف وتسعمائة واربعين تمر اليوم ثمانية عقود لتؤكد أن الجيش الليبي هو جيش الوطن لا يمكن أن يكون ملكا لنظام سياسي بعينه فهو جيش الليبي وسيبقى كذلك أصابع رجاله على الزناد جاهزين لتنفيذ أمر الموت والتضحية من أجله وفي سبيله تحت إمرة قياداته الشرعية تمر اليوم ذكرى رحلة التحرير التي بدأها أجدادنا المؤسسين الذين لم يردخوا للاحتلال والغزو الإيطالي الذي باعتنا له تركيا بثمن بخص ولكن أجدادنا اشتروه بالأرواح والدماء الغالية فلم يهابوا البوارج الإيطالية ولا المدرعات التي عقلوا أمامها الركاب فكيف نردخ نحن أحفادهم اليوم أو نرضى أن نترك الوطن لمعتد وغاز مهما كانت قوته ومهما كان جبروته نحتفل اليوم بهذه الدكرة التي كان مكان انطلاقها الشخيخة مصر وذلك في دلالة تاريخية على مدى التلاحم وعمق العلاقة والمصير المشترك لقد راهن الإرهاب على أن يقضي على هذه المؤسسة العريقة العظيمة التي اعتبرها عدوه اللدود والتي يخافها لأن وجودها يتنافى مع وجوده وكان قد ظن أنه حقق مآربه واستطاع أن يصل لمبتغاه وأن يقضي على تاريخ حافل من التضحية والبدل والعطاء لجيش صال وجال في ميادين الوغى وساند أمته العربية في مواجهاتها التاريخية وسالت دماء أبنائه زكية طاهرة في أكثر من مكان وأكثر من موقع وذلك من أجل نصرة الحرية ومساندة أخوتنا العرب وها هو أحد رجالات العبور من يقوده اليوم إنما كان يصب إليه الإرهاب هو القضاء على الجيش ومنع قيامه نهائيا فاغتال منتسبيه وكل من طالب به وهمش دوره ولكن الرجال القلائل من أبناء هذه المؤسسة العسكرية الذين قادهم القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر كانوا الصخرة الصماء التي تحطمت عليها أوهام الواهمين من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما صنعه من كيانات إرهابية بمختلف مسمياتها الذين وجدوا رجالاً لا يولون الدبر وقيادة مؤمنة بالله وبوطنها وبالنصر وصنعوا ببطولاتهم الفارق فقطعوا الطريق على الظلاميين القتلة الذين شوهوا الإسلام ونكلوا بالمسلمين وكانوا يعدون العدة للنيل من مصر واتخذوا من درنة ولاية لتحقيق مآربهم وحاولوا بكل السبل السيطرة على كامل المنطقة ولكن شجاعة الشجعان وقوة الإيمان لأبناء هذا الوطن صنعت ما يعجز عن وصفه فكانت رحلة إعادة البناء من ابنين التي شهدت الملحمة التاريخية يد تبني ويد تحمل السلاح وذلك فيما كان يظنه البعض ضرب من الخيال وأمر لا يمكن تحقيقه ولكن استطاع أبناء هذه المؤسسة وبقيادتها الحكيمة هزيمة هذا المشروع الإخواني الخبيط وجعلت الإرهاب يدرك أن ليبيا هي الرقم الصعب بجيجها وبعد أن كان من وراء الستار يرسل المرتزقة والسلاح الذي غنمه رجالنا لواصل انتصاراتهم حتى أبواب طرابلس مما اضطر دائم الإرهاب إلى إزاحة لتامعاً وجهه لتظهر حقيقته البشعة واهماً أنه سيعيد أنجاده الغابرة المبنية على الظلم والنهب والسلب والاستبداد وكان هذا الصمود الإسطوري لجيشنا وتضحيات أبناء شعبنا الأثر الذي قوى شوكة مقاومة الإرهاب في المنطقة وتنامى المد الوطني العربي الذي أصبح رافضاً لهيمنة الإرهاب وأصبح له صوتاً يعلو يوماً بعد آخر بفضل ما حققه جيشنا العظيم من إنجازات نترحم في هذه الدكرة الثمانين على شهداء هذه المؤسسة الذين بذلوا دماءهم من أجل وطنهم وحريته وبهذه المناسبة نعاهد هذا الوطن الغالي أننا لن نترك السلاح وأننا سنقوم بواجبنا نحوه حتى يصبح حراً سيداً مصاناً وتقام فيه دولة المؤسسات التي يحلم بها كل مواطن رغم كل المؤامرات مستمرون في بناء مؤسسة عسكرية قوية عصرية متطورة كما يحلم أن يراها كل ليبي حر شريف لتحمي هذا الوطن الزاخر بترواته حتى ينعم أهله بحقوقهم فيه رحم الله أجدادنا المؤسسين رحم الله كل من بذل عرقاً ودماً من أجل تراب الوطن في هذه الدكرة نحيي أبناء المؤسسة العسكرية ونهنئهم بهذا العيد وهذا التاريخ المشرف الذي ستحمل الأجيال على عاتقها أمانته قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسيسجل التاريخ كما عودنا مزيداً من الخونة والعملاء ولكنه سيسجل أيضاً مزيداً من الأبطال والشجعان والشرفاء حفظ الله ليبيا وكل عام وأنتم بخير